خمس عشرة منظمة حقوقية تطالب المجتمع والمنظمات الدولية بالتدخل الإنساني السريع لإنقاذ نحو أربعين ألف مواطن من سكان بلدة تاورغاء الليبية من التشرط بعد تهجيرهم القسري منذ سبع سنوات على أيدي من توصف بالميليشيات المسلحة وأكدت المنظمات التي تمثل عدة دول عربية في بيان مشترك لها أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية عن هذه الجرائم يزيد من المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء تاورغاء وتقع بلدة تاورغاء في شمال غربي ليبيا محاذية لمدينة مصراتة ويبلغ عدد سكانها تقريبا أربعين ألف نسمة وسميت البلدة تاورغاء تيمنا باسم القبيلة التي يشكل أفرادها السواد الأعظم من سكان المدينة وتشكل الزراعة والرعي عصب الحياة الاقتصادية في المدينة بيان الجمعيات الخمس عشر يسلط الضوء على واقع المدينة التي استحالت مدينة أشباح حسب ما نقلت بعض وسائل الإعلام بعد نزوح مئات العائلات عنها إذر سيطرة قوة تابعة للمجلس الوطني الليبي عليها حيث فر كثيرون نحو المدن الليبية الكبيرة كطرابلس وبنغازي ومصراتة المجاورات لتاورغاء وكان نحو 150 عائلة من السكان النازحين في مدينة بنغازي الواقعة على بعد 700 كم شرقي تاورغاء قد نظموا قافلة صوب المدينة مؤخرا معلنين استعدادهم للإقامة في مخيمات في تاورغاء إذا لزم الأمر لكنهم عادوا إلى نقطة توقفهم الليلية في مدينة هراواء بعدما حاولوا التقدم غربا باتجاه سيرت التي تسيطر عليها قوات من مسرات وقال محمد تاورغي أحد المتحدثين باسم السكان في تصريح نقلة رويترس إن الموقف الأمني بالمنطقة لا يشجع على التقدم وإن مجموعات من مسراتة تسد الطريق بين مسراتة وتاورغاء اشتركوا في القناة